من الكلام قبل الفاصل على يعني قطاع نشئين ورشدة اللي ممكن يكون دارة النادي الاهلي او زمالك اعز اقول لكم برضو يعني نفس السؤال لو اللي عيبت نادي زمالك النشئين في الوقت ده هما بيلعبوا بنفس الموقف هيكون نفس الشكل والمستوى الرشدة وفي نفس الوقت الاجابة على السؤال طيب انا ممكن ارد على السؤال لانا في قطاعات النشئين يا ردى بلد رد يا حبيب فانا قبلت يا ابو الدهب الاهلي كتير زماني والزمالك كتير والمقاولين والمصري والاسماعيل والتحاد كل دول احنا كابتن كلنا بالقعبة الاهلي من اربع خمس سنين يا كابتن مكانش فيه بطوله اتعدى منه كان نمر واحد هو امبي الزمالك كان بعيد اوي انا بتكلمك بامنا انا نكون تمرد انا احنا الاهلي والزمالك ايامنا انا بتكلمك على من تلات اربع سنين اللي فات بعد كده الزمالك ابتدى يدخلوا فلاء يبتدى يقرب كان بعيد بقى لأربع سنين يعني أنا كنت بكسب الزمالك راح جاي في قطاعات النشئين في المقص في الفرق كلها انت فاهمني الأهل ممكن تكسب ماتش تغلب ماتش مش عارف ايه أنا نفسنا كتير الزمالك ابتدى الإدارة تدخل الأدام كلهم في قطاع النشئين كنت روح ألاقي فرقة مثلا لارضا مسكها مشرف عن نصر برين مشرف عام مش عارف مين وحبها بحليبه ومين 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 كل دول عيون مع المدير الفني مدير الفني بقى اي مدير فني موجود من ولاد النادي وجايب معاه ثلاثة اربعة ابتدوا الفرق ابتدت ترجع ابتدى الزمالك يرجع في قطاعات النشئين شوية ابتدى الأهل يدخل في قطاعات النشئين يا كابتن أنا كنت لعيب مثلا ناشئ مسكني محمد عبد الجليل أروح جاي على الجوجل للي مسكني يا بابا النهاردة محمد عبد الجليل مين محمد عبد الجليل يروح كاتب بيقول ايه بيعملها كده وبعملها كده وبعملها كده أما اجاوله عمل كده يا ابني هيعمل كده بس مش دي بس ما عليش اسمعني بقى خليك معايا للآخر ماشي ده جزء مهم جدا جزء مهم إن بيبقى فيه إقناع لللي قدامك طبعا إن المدير الفني بتاعي راجل جاب بطولات راجل لما يتكلم معايا اسم كبير ده لازم يبقى متواجد في النادي الأهلي بالذات في فرق الجمهورية دي اللي هي العنوان بتاعك كله بالذات الفريق اللي تحت الفريق الأول لازم يبقى نمر واحد ده راجل وتدي له قيمته أبو الدهب بياخد عشر قرش لما يجي لك النادي الأهلي تدي له عشر قرش وهيخدمك هو مش جاي يجاب لي لأ ده اسم وسي في قوي ويعرف يعني إيه جيب لعيبة ويعرف عين لعب في المحافظات ويعرف يجيب لعيب كويس نعم أنا بشوف الفترة اللي فاتت دي لأ مجملات كتيرة في قطاعات النشئين مع الاحترام أسامي أنا بقابلهم كتير ما بقابلش حد حتى الجهاز الطبي اللي موجود في قطاعات النشئين وفي الفريق الأول أنت في لعيبة مصابة بقالها كتير ومش عارفة ترجع يبقى الخلل فين في التأهيل فين أبو العلا فين علاء شاكر فين الناس دي كابتن فر فين أبو الدهب الناس دي ترجع تاني توقف كنت بترجع بعد أسبوع بعد عشر تيام لو عندك مزء ولا ولا بتلاقي فيه شغل كويس قوي فأنا بقولك الرشدة لازم تدخل لأولاد النادي الأهلي الأسامي التقيلة وزي ما بتصرف وبتجيب ينكن ده وبتنزله من فوق عشان يمسي قطاع النشئين وتوديه لأكاديمات يلف وتديره 300 ألف جنيه لأ هتبدل رجب بالإمارات يمسي قطاع النشئين تمام وتديره طيب